موسيقى علشان مريض السكر يقدر يعيش حياته صح لازم ياكل صح لازم نسأل أهل التخصص والعلم والخبرة لأن دي حياتنا ولازم نحافظ عليها ونفهم المرض وحقيقته وإيه نوعية الأكل اللي هتضرنا وهل نبعد عنها ولا نقلل منها وإيه الأغذاء اللي ممكن تقوينا وتزود مناعتنا وتخلينا نقدر نواجه أي مضعفات ونسيطر عليها الأمهات بقى المسؤولة عن طفل أو مراهج بيعاني من السكر إزاي تقدر تتعامل مع الطفل ده وتمشيه على نظام غذائي يناسبه وطبعا دي مهمة مش سهلة خالص الأسئلة دي وغيرها هنحاول نتعرف على إجابتها من ضفنة اللي مشرفنا في استوديو منتصف اليوم الدكتور محمد عفيفي أخصاء التغذية العلاجية أهلا بحريك معنا في استوديو دكتور أهلا وسيعم بحريك يا فن دكتور في البداية عايزة حريك تعرفني إيه هو مرض السكر وحريك تكلمي أكتر عن النوعين بتوع مرض السكر مرض السكر ده هو ارتفاع في نسبة السكر أو الجلوكوز في الدم عن المستوى الطبيعي الارتفاع ده بيبقى ناتج عن حاجات معينة إيه هي الحاجات المعينة دي؟ اللي هو بنقول عليها أنواع مرض السكر طيب ون وطيب تو أو النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول وهو النوع الوراثي ناتج عن عجز أو عدم كفاءة البنكرياس في خروج الأنسولين اللي هيكسر السكر داخل الخلايا طيب والنوع الثاني بيحصل إزاي؟ إن فيه أنسولين وفيه سكر داخل الخلايا ولكن الأنسولين مش قادر يدخل للخلايا عشان يكسر السكر اللي فيها يبقى فيه ضعف في مستقبلات الأنسولين في الخلايا هما دول النوعين اللي موجودين النوع الأول من السكر هو نوعه راسي ويعالج بالأنسولين وكان زمان لما كان بيجي لحد مرض السكر لفترة من الزمن كان بيقولوا عن المرض ده مرض الموت أو المرض المميت писتين يا دكتور أن النوع اللي هو تايب وان اللي هو أو النوع دم مش بيتعالج بأدوية ده لازم يتعالج بحق الأنسولين لازم يتعالج بالأنسولين لأن الجسم مفوش أنسولين ما بخرجش أنسولين البنكرياس مهن اخرجش أنسولين فلازم ياخد أنسولين طب النوع الثاني؟ النوع الثاني هو الجسم فيه أنسولين ولكن الأنسولين مش بيعرف يدخل خلية نبسطها للناس بطريقة بسيطة الخلية بيبقى ج Dentro breath the Engine زي أنا داخل عند حضريك البيت بتقابليني في قطة الضيف بتقوليه تفضل الأوضة أو بتستقبليني الحضريتك مش موجودة عشان تستقبليني أنا مش عارف أدخل البيت تمام؟ فهو مستقبلات الأنسولين اللي على جدر الخلايا دي بتفتح وتقول الأنسولين ادخل تكسر السكر عشان نطلع الطاقة ويبتدي تحصل الحاجات الحيوية اللي موجودة في الجسم فده بقى محتاج دواء عشان يساعد دواء اللي هو اللي بنقول عليه الأدوية اللي هي بتساعد على مستقبلات الأنسولين اللي هي الدواء السكر من النوع التاني طب هل ممكن يكون حد في النوع التاني ويبقى بعد كده مع مرور الوقت يدخل في النوع الأولاني؟ هو بيفضل نوع تاني زي ما هو بس القصة طريقة العلاج بتاعته بتدخل أنسولين يعني ممكن أنا أكون من النوع التاني وفي نفس الوقت أستخدم الأنسولين أستخدم الأنسولين طب هل يا دكتور الحاجات اللي احنا شرحناها دي وضحناها بتفرق من أطفال لكبار؟ ولا هي طريقة العلاج بتققى واحدة ونوع السكر هو واحد هو نوعين للأطفال وللكبار؟ هو عامة الأطفال النوع الأول بيجي لهم السكر من النوع الأول بيبقى سكر وراسي عنده مشكلة وراسية في خروج الأنسولين فبحصل مشكلة السكر مؤخرا في بعض الأبحاث الأخيرة السكر بقى ييجي ناتج لمقاومة الأنسولين والحاجات اللي بتحصل للمراهقين ونمط الأغزاء اللي مش كويس ونمط الحياة اللي مش كويس حصل بييجي لبعض المراهقين سكر من النوع التاني وده كانت حاجة غير سعيدة غير موجودة كنا نقول الأول أطفال يبقى سكر من النوع الأول كبار يبقى سكر من النوع التاني دلوقتي حاليا الموضوع بتختلف ونمط الحياة السريعة والأغزاية والتغيرات اللي بتحصل في العادات الغذائية هي بتسبب سرعة ظهور مرض السكر طب هل يا دكتور لو مرض السكر جالي من وانا صغيرة بيفرق لو جالي وانا كبيرة على طول ولا ما بيفرقش لأنه في الآخر هو حسب نوع المرض السكر الجالي هو مش بيفرق لأنه عندنا النوع الأول لو ما فيش إنسولين فبدله إنسولين عشان يعوض النوع الثاني في إنسولين بس مش راضي يدخل خلية فبدله حاجة تزود مستقبلات الإنسولين تدخل الخلية عشان يقسر السكر فمش هتفرق معايا إذا كان جالي هو صغير أو جالي هو كبير لأنه هو اللي بيفرق معايا نوع المرض نفسه طب هل يا دكتور كل الناس اللي بتعاني مرض السكر لازم يمشوا على نظام غذائي معين ومحدد وحسب نوع السكر اللي عندهم بيفرق ولا هو لازم أنا أقلل السكريات وخلاص آه طبعا ده نمط غذائي معين واستشارة طبيب السكر بتاعه وطبيب الغدد اللي موجود معاه ويعني عندنا نقسم الشاشة نفسين سكر من النوع الأول والسكر من النوع الثاني يعني النوع الزام الغذائي بيفرق بنوع السكر آه طبعا لأن أنا في السكر في النوع الأول باخد أنسلين الجرعة إيه وجرعة الأنسلين دي الأنسلين ده موجود عشان يكسر الكربوهدريت أو يكسر السكر اللي موجود طب هاخد سكر قد إيه هل هاخد كمية سكر أو كمية كربوهدريت أكتر من الأنسلين اللي هاخده ولا هاخد كمية سكر وكربوهدريت تعادي الأنسلين اللي أنا هاخده ولا هاخد أقل لو أخذت أكتر هيحصل حاجة زيادة السكر في الدم ودي مشكلة لو أخذت أقل لا يحصل لها يبقى ليسامية ويحصل لهبوط في السكر ودي مشكلة أكبر إنما لو أخذت مظبوط الدنيا هتمشي ستيبل والدنيا هتمشي مظبوطة جدا في النوع الثاني بيبقى محدد كمية السعرات اللي بياخدها وكمية الكربوهيدريت في السعرات دي في السعرات الحرية المحددة له هل حسب وزنه وسنه ونمط حياته والرياضة اللي هو بيعملها وكل حاجة وعلى حسب العلاج اللي الدكتور كاتبه بيبتدي نشتغل طيب هل النوع الأول يأكل كم وجبة والنوع الثاني يأكل كم وجبة؟ بتفرق؟ هو ده الفرق النوع الأول يأكل ثلاث واجبات رئيسية وثلاث واجبات سناكس بينيا فيش مشكلة النوع الثاني ثلاث واجبات فقط في طهار غدا عشر ما ياخدش سناكس ما ياخدش سناكس في النص سناكس في النص هتعمل لأخباطه في السكر صعب قوي يتطبق لأنه صعب قوي أن أنا أقول للواحد تاكل ثلاث واجبات وتاكلش ورد ثلاث واجبات لو جعت فإزاي أن نطبق الموضوع ده لأنه بجد صعب قوي هو الموضوع صعب لأنه هو بيجوع فعلا ومن أول ما بيجي له سكر والعمل النفسي أنا عاوز أكل سكريات أنا عاوز أكل حاجات أنا بجوع بسرعة أنا الكلام ده كله هو كل القصة تنظيمية ويبقى الدول اللي بياخده مظبوط مع الأكل اللي هو بيأكله وكمية السعرات اللي بيأخدها مظبوطة مع نمط الحياة بتاعه والأكل يكون بشكل صحي وعلمه إزاي أن طبقه يبقى ثلاث تربعه ألياف خضروات وفاكهة ده معناي يا دكتور أن فيه أنواع معينة من الأكل ممنوع يعني إحنا دايما عارفين أنه بيجي له مرض السكر بنقول له ما تاكلش سكريات هل ده صحيح ولا لا ممكن يأكل بس بمعدل قليل أو بكمية أقل من الطبيعي خلينا نتفق أنا ما ببنعش حاجة عن حد غير اللي ممنوع للأصحاء بمعنى فيه حاجات كتير إحنا بنمنعها للأصحاء عشان بتعمل لي مشاكل فدي ممنوع على الكل إنما مريض السكر مش ممنوع عنه حاجة بس فيه حاجات بنقول له يعني إحنا لو جينا في العادي أكلت مكارونة بعد ما بتخلصي المكارونة على طول بتلاقي نفس الجعانة ده في العادي طيب هو أقول له يعني بلاش ناكل مكارونة ممكن ناكل رز طيب بلاش ناكل رز ناكل عيش فلو رتبناهم كده العيش أدي له نسبة إشباع أعلى الرز نسبة إشباع متوسطة المكارونة نسبة إشباع قليلة لكن ممنوع منهم؟ لا هو مش ممنوع منهم ولكن ممنوع من زيادة الكميات بتاعتهم عشان السكر ما يعليش في الدم وما يحصلش مشاكل إحنا في غنعنا لأن أنا مش مشكلتي في السكر في نفسه إن أنا عندي سكر مشكلتي في مضعفاته مضعفات السكر كتير بس دكتور حريك بتقوله ده برضو صعب أو يتطبق لأنه إحنا الأكل دايما قدامنا وإحنا بنحب الأكل كلنا فلا يمكن برضو حتى لو أنا عارف أن أنا مريدة سكر أقدر أمشي بالطريقة دي أو يبقى قدامي مثلا المكارونة ونفسي فيها وهقول لا أنا هحدد الكميات أخد معلقة ومعلقتين عشان ما عليش السكر فحريكة عايزك تقولي نصايح بذيلة إن أنا لو طريت أكل من مثلا أنا في عزومة الأكل كله قدامي هعمل إيه وقتها؟ أنا هاكل والسكر هيعلى وقتها بقى المفروض أعمل إيه أو لو أنا مثلا أكلت مكارونة بكمية عالية ما عليش قوي السكر بزيادة عالية؟ إحنا نحاول بقدر الإمكان كل حاجة فيها ألياف بصفة عالية أو بقطرة تبقى موجودة مع الكربوهيدريت زي إيه دكتور ألياف زي إيه؟ ألياف زي العيش يبقى عيش أصمر بلاش العيش الأبيض أو الفين أو الكلام ده كله الرز فيه رز اللي هو الجرين أو البني ده كويس جدا عن الرز الأبيض فيه مكارونة عملنا المرضى السكر لها بالنخالة وبالحاجات دي بتبقى كويسة نسبة الألياف فيها عالية طبق السلطة مهمة جدا جنب الأكل هيسبب لي حالة إشباع عالية جدا مش هجوع بسرعة أعمل لي سرعة إفراغ المعدة مش لمعاء فيحصل لي امتصص السكر وزبط السكر أو مستوى السكر في الدم لأن الألياف أحد الحاجات المهمة جدا لزبط مستوى السكر في الدم وبالتالي إما كان يقولك أنا عاوز أخس فيبتدي يقولك أكل سلطة كتير أكل عايش أسمر أكل أكل كلام ده كله ليه؟ عشان الألياف بتعمله عملية إشباع طب هل الحاجات دي يا دكتور مش مفارقة بقى معايك كمية يعني السلطة مثلا حريبت تقول قد إيه هي مهمة هل ده معنانا أنا أكل أي كمية من السلطة أي كمية من السلطة مش مشكلة حتى لو أنا مريض السكر أكل أي كمية من السلطة حتى لو أنا مريض السكر طب إيه تاني ممكن أكل منه أي كمية وفي نفس الوقت هيحسسني بالشبعة إحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة كده نتلاعب في الموضوع في الصفرة بتاعتنا الجميلة وإحنا عاديد يعني لو شربنا كوبية مياه قبل ما نأكل طب أنا مياه هتنوع نفسي وهتسد نفسي أعمل إيه؟ كوبية مية سلطة أعرف المية السلطة بتاع المصريين الجميلة دي نعمل السلطة نحطها علىها شوية مياه ونسيبها فيها نزل فيتامين الملاح المعدنية والبوتاسيوم الحاجات دي فيها بأخذها قبل الأكل أو زي بقوله مقبلات على الأكل بشرب شوية مياه السلطة بابتدي بالسلطة بتاعتي وابتدي بعد السلطة الخضار بتاعي كمان وقطعة البروتين ويبقى آخر حاجة بأكلها في الوجبة هي الرز أو المكارونا أو العيش هو ليه إحنا بنقول رز ومكارونا أو عيش عشان طعمهم حلو والطعم الحلو ده بيعلي المزاج طب دكتور هل بقى الطعم الحلو هو دقيق الأبيض والحاجات اللي هي مليانة كاربوهيدرويز هي بفعل ما نحبها هل ذي ممنوعة من مرضى نوع التاني من السكر ولا هي ممنوعة لا مش ممنوعة احنا قول لها بلاش نقول ممنوعة هي لازم نقلل منها لنوعين السكر بحدود بحدود يعني للنوعين للنوع الأول ونوع التاني نيجي في النقطة الأهم من الكبار الكبار هقوله كل كذا ما تقولش كذا يسمع الكلام طب الطفل هيعمل ايه ده حريك ببص إحنا إزاي كبار وهتفرق معنا الحاجة إزاي مبالج بقى الطفلة هنتعمل معا إزاي ممنوعة هتعمل ايه بزرق كل حاجة من الأغذية اللي هو بيحبها هكتبها فرق وهبص على الأكل ده نسبة الكربوهيدريت في قد دي كل 30 جرام كربوهيدريت في أي أكل من الأكل ده هسميه نقطة نقطة وهاجي للدكتور كاتب لي أنسولين سبع وحدات الصبح يبقى هو له سبع بوينت السبع بوينت دول ينوع من الأكل اللي بيحبه بحيس لا سكره يعلى ولا سكره يقل وما يتحريمش من اللي هو بيحبه عاية تاني لا بس دكتور وفي حاجة هو أنه لا يمكن يعني ابني في المدرسة بيشوف زميله كلهم وصحابه بيأكلوا اللي هم عايزينه شاكلت حاجات اللي هي السناكس اللي هي كلنا عارفينها المقرمشات وهكذا وبأي كمية هم عايزينها فإزاي أنا أقدر أعلم ابني أو بقى أقول لابني الكمية المحددة اللي لازم يقولها هي حاجة صعبة جدا ابني وأنا كأم نا صعبة قوي مقلمة للأم مش للأبن هلو جبت للأبن وفاهمته وده اتجربت كتير في عيادة السكر عندنا جبنا للأبن وفاهمناه إن احنا بنعمل مسألة رياضية احنا بنحسب مع بعض حاجة جميلة هتا بتحب إيه بحب سناكس معينة هو بيحبها ده بالسناكس دي عندي بتلاتة بوينت تلاتة بوينت دول هم السناكس بتاعتك في المدرسة هتاخدها هيبقى مش تاخد حاجة تانية وبعلمه يحسب لنفسه وجبته يحسب لنفسه هيكل إيه من بره وفي الآخر هو المستفيد هو أكل اللي هو عاوزه نشطت الزاكرة عنده خليته شارك في الموضوع ولما بشارك في الموضوع بيبقى قد المسئولية أكتر من الأم تقول له لا ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع فبحصل مشاكل كتير فهنحاول بقدر الإمكان زي ما احنا قلنا كل 30 جرام كربواتريك في الأكل أو في المادة أو تبص كده لو جايب حاجة مغلفة وراء كمية الكربواتريك فيها ده إيه كل 30 جرام بنقول عليهم باينت أو واحدة الباينت دي بتحرقها باينت أنسولين أو وحدة أنسولين فنبتدي احنا خدنا سبع وحدات خدنا عشر وحدات خدنا عشرين وحدة على حسب هذا الموضوع نبتدي نتصرف طب وراء عيد ميلاد مش هيكل جاتو مش هيشرب مياه غزية ومش هيشرب عصيرو الكلام دي لا هيشرب بس هبقى عامل حسابي إن أنا مديله جرعات الأنسولين اللي تكفي الحاجات دي طب دكتور لو حد بقى للأسف أخد أكل مثلا أنا دلوقت السكر كان عالي أخدت أكل مثلا أقل فوطيت اللي هو نعمل هبوط السكر هبوط السكر أو ارتفاع السكر دي نتعمل معها إزاي لأنه للأسف ممكن حد ياخد أنسولين زيادة وما يكونش واكل كويس وممكن العكس ياخد أنسولين قليل ويكون واكل كتير فهو ده معناه إن إحنا لازم نقيس السكر ولكن طبعا لا أعراض لا أعراض بس دكتور بطبيعة الحياة مش كله بيقيس السكر مش كله بيقيس هي لها أعراض بيحصل إنه عرق هبوط دوخة كلام دي كله ده أعراض ببقى الطبيب مفاهمها له في حالة الأعراض دي هو المفروض أي مريض سكر ماشي في جيبه سكاكر أو سكريات يعني سكاكر أو سكريات يبقى بمبوني الحاجات اللي هي مسكارة دي يعني يعني الشوكرة الصغيرة دايما في جيبه وإحنا بقول السكاكر اللي هي بسرعة تدخله بسرعة الحاجات الميني اللي هي حاجات الصغيرة السكريات الصغيرة البسيطة اللي تدخله بسرعة اللي هي اللي بنقول عليها هي اسمها في اللغة العربية سكاكرة ما عرفش حاجات اللي هي الميني اللي هي ممكن تحط في شطتنا أو تحط في جبنا أو معلقة سكر ده في حالة إنه هو حصل لهبوط لازم ياخدها على طول طب إيه الأعراض اللي بتجي لو حصل هبوط السكر زغلالة عرق في نقطة عرق بتطلع هنا في المنطقة دي وبحث إنه خلاص هو بيدوخ وهيغيب عن الوعي يعني الشخص حاسس بالأعراض دي طيب وقتها ياخد اللي هو إنها أي حاجة مسكرة ياخد حاجة مسكرة بس مش كبات عصير زي ما الناس بتعمل يدي له كبات عصير سكر كتير 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 هو الموضوع بيحصل من هوبوط في السكر لزيادة في السكر فبحصل مشاكل كتير للحالة هي كل دقيقتين تلاتة كل خمس داية كده يدي له حتى حاجة مسكرة كده طب ولو حصل ارتفاع بقى في السكر ارتفاع في السكر بقبله إنه هو بيشب مياه برياضة بيأكل حاجات فيها الياف لا إيه الأعراض اللي بتحصل الأول هي نفس الأعراض بس بدون عرق بدون عرق بدون عرق وتتليجة والكلام طب وقتها يعمل إيه بقى هل النظام الغذائي بيفرق وقتها ولا بش بتعالي لا وقتها بيفرق هو مريض سكر من النوع الكامل النوع الأول بياخد جرعة تصحيحية من الأنسولي النوع الثاني بيبتدي إنه هو يشعب مياه برياضة يأكل أي حاجة ويأخد حاجة برشام بيخفض السكر حاجات زيك طب دكتور إحنا دايماً بنقول إن إحنا لازم نعمل تحليل دورية أصلاً لو إحنا ما عندناش أي مرض تمام ما بالك بقى مرض السكر هل إحنا لازم نكتفي بأن إحنا نقيس السكر كل يوم وهكذا اللي هو أصلاً محدش بيعمله ولا لازم نعمل تحليل دورية تحليل دورية كل ثلاث شهور على الأقل سكر تراكمي إيه داي كل ثلاث شهور مش كل شهر كل ثلاث شهور على الأقل سكر تراكمي وصور الدم كاملة واتطمن على اليورين بتاعي والسطول كل حاجة التحليل بتاعتنا العادية ووظيف كلا ووظيف كبد التحريك الكولسترول الحاجات دي كلها اللي هي مضاعفات مرض السكر ده معنى أنه النظام الغذائي اللي أنا مشي عليه لو أنا مريضة سكر ممكن يختلف حتى لو أنا لسه في نفس النوع بس حسب التحليل اللي هتطلع لي بالتالي أنا ممكن أغير نظام الغذائي بتاعي طبعاً طبعاً وحنا قلنا السكر هو صديق ومش مرض مش هنقولها هنا هو صديق ولكن صديق غضب وحش لو أنت ما أحسنتش مع عملته هيحصل مضاعفات منها مضاعفات ضعف الرؤية واللي بحصل المياه البيضاء على العين والحاجات دي السنين ومشاكلها مشاكل القلب مشاكل الكوليسترول السمنة الحاجات دي كلها بتحصل مضاعفات لمرض السكر طب دكتور هل لازم بأكل مرض السكر يمشوا على ضعية أو نظام غذائي معين ولا بس أن أنا أخد بالي من نوعية الأكل أنا بأكلها وبكميات زي ما حرك ذكرت يعني مش لازم بأأعمل ضعية مش لازم أعيش طول حياتي محرومة وأقول أكل كذا وأكل كذا لأنه أنا أزبط أكلي طيب أنا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج أنا أعاوز أمحي من ذاكرة المصرين كلمة دايت لأنه عاملين كلمة دايت أي حد دماغي أو لك دايت يقلل الكربادريت ما يكلش روز ما يكلش مكارونا أخبط دماغك في الحيط أكل صلطة كتير ما عارفش الشرب جردان المياه يعمل إضرب يفضلوا يضربوا فيه عيني لحد ما هو خلاص نأ الموضوع بكل بساطة اعرف أنت فين فما تعرف أنت فين هتاكل إيه المقنن لك إيه اللي أنت محتاجه وده ما تمشيش بدماغك ما ينفعش ما ينفعش واحد يقول لي أنا حسنا كنت داخل على سكر وخسيت 17 كيلو وبقت كويس خد الورقة دي مش عليها فعش هو مشي على ورقة ما يعرفش إيه اللي حصله جوه جسمه صح هو خس من برة والسكر الزبط وكل هاي ما يعرفش هو عمل إيه تاني لازم حد متخصص يمشي على أنظام معين وخصوصا أنت مريض سكر لازم تبقى عارف ما فيش عناد مع مرض السكر لأنك لو عنيت مرض السكر هيعندك ولو عندك هيبهدلك طب دكتور سكر الضايت بقى كلنا بنقول أن السكر الضايت ده بديل لسكر الأبيض وأنه صحي وأنه مش هيتخن وفي نفس الوقت مش مؤذي لمرض السكر ده صح ولا غلط هو صح وغلط يعني صح كلام اللي بتقوله صح مش مؤذي وتمام وآمن وكل حاجة وكله زي الفل في الحدود المسموحة وبعملش أي مشاكل وكلا بس القصة قولها أنا ليه ليه أعود طعم بقي على الحاجة الحلوة ما أنه لو تعودت على الحاجة الحلوة دي لما بطل سكر الضايت مش هعرف أغير طعم الحاجة الحلوة لبأخذ مجرب تاخد الشاي بطعم الشاي تاخد أي حاجة بطعمها العصير بطعمها بلاش إضافة سكر هجماعة حاولوا تبعدوا السكر والدقيق والملح من حياتكم هتعيشوا بصحة وبأمان ومش هتزوروا طبيب سكر وملح ودقيق عايزة بقي دكتر نصيحة راك من حضرتك يعني لكل الناس اللي عندها مرض السكر عشان تتعايش معاه ويبقى ما يبقاش عدوها إحنا عاديين منقول أن هو لازم أصدقها فإزاي بقى نصيحة كده أخيرة من حضرتك نعمل إيه؟ نصيحة أخيرة أنه أنت تزبط أكلك تزبط نومك مش هقولك لعب رياضة ولكن أعمل أي حاجة فيها نشاط شرب الماء مهم جدا تقليل الملح مهم جدا أن أنت ما تاخدش حاجات فيها دهون مهدرجة كتير ما تاخدش حاجات جانكي فوت كتير وحاجات من اللي بتيجي من برة امنع أكل الشارع اقفل بقك عن الحاجات اللي هي السكريات البسيطة بس شكرا زي ما الدكتور كان بيقول لنا أن السكر مرض هو ممكن يكون خطير لكن في نفس الوقت ممكن يكون صدقنا مش عدونا إزاي بقى ده هنعمله؟ هنعمله لما نصاحب المرض ده يعني زي ما الدكتور قال أن احنا ما نمنعش السكر أو السكريات أو الحلويات اللي احنا نحبها بشكل تام ولكن احنا نقلل من الكميات لازم نبقى عارفين احنا الأول نوع السكر اللي عندنا إيه؟ لازم نعمل كشف دوري لازم نعمل التحاليل لازم نقيس السكر لازم نصاحبه بأن احنا ناكل صح لأنه احنا لما ناكل صح بالتالي هنغزي نفسنا صح ومش هنسيب نفسنا إن السكر يعلى أو يقل ولازم نمشي على نظام غذائي سليم وسحي زي ما دايما بنقول نشرب مياه كويس قوي ونلعب رياضة دكتور محمد دعا في أخصائي التخزيلي علاجية منشك الحراكة على وجودك معنا شكرا لحركة جدا أنا سعيد إن كنت متواجد معك شكرا مفيش مرض من غير معناه بس بيدينا نقلل المعناه دي ونسيطر عليها مرض السكر مرض مزمن مهم نعرف إزاي نتعايش معاه خصوصا إن احنا بنعمل نظام تغذية صحي وبشوية نصايح كده من الدكتور المتخصص هيبقى ده جزء من روتين حياتنا اليومي أكل صحي مع شوية حركة هنقدر نعيش ونستمتع بحياتنا بشكل طبيعي حلقتنا خلصت بس أفكارنا وضعاتنا لسنا مخلصتش شوفكم على خير